السلام عليكم في هذه الحلقة معادنا مع قصة قرآنية قصة من القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم قصة أصحاب الأيكا وهم من أهل مدين القوم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد ما طعوا في الأرض وقاموا بفعل كثير من الموبقات التي نهاهم الله عنها وبالرغم من إرسال الله عز وجل فيهم نبي الله شعيب عليه السلام ليحسوهم ويقف ما يفعلوه من محرمات وموبقات ومنها عبادة شجرة الأيكا ولم يسمعوا نبي الله شعيب عليه السلام ليرسل الله عليهم سحابة يستضلوا بها من شدة الحرب وتسقط عليهم قطع من النار لتحكمهم وقبل ما ندخل في تفاصيل القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وكمينت وشير للفيديو ومشاركته مع الزقار والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل جددنا أول بأول فور نزول شكرا لدعمكم أصحاب الأيكا هم قوم سيدنا شعيب عليه السلام ومملكتهم مدينة وعاصمتها تسمى مغارر ومدينة مملكة ومنطقة كانت لقبيلة من العرب في شمال غرب الجزيرة العربية وهي تحديدا تقع بالقرب من مدينة التابوك في السعودية وكان أهل مدينة يعملون بالتجارة ويرعون الأرنان وكانوا يفعلون أشياء أنها عنها الله عز وجل منها نقص المكان ويأكلون الربا ويقطعون الطرق ويأخذون أموال الناس ومن الأشياء التي كانوا يفعلونها أيضا وهي أشد حرمانية احبادة شجرة الأيكا وهي شجرة كبيرة جدا ملتفة الأغصان حول بعضه وكثيرة الأوراق وسميوا بأصحاب الأيكا نسبة للشجرة التي كانوا يعبدونها وفي عز الفساد والضلال الذي كانوا يعيشون فيه أرسل الله عز وجل فيهم نبي من أنبياء الله سيدنا شعيب عليه السلام وكان رجل منهم من نفس القوم أرسله الله إليهم ليدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له وإلى التجارة الصالحة الخالية من نقص الميزان والتوقف عن الربا وإلى عدم بخس الناس أشياءهم ونهاهم عن الفساد في الأرض وترك جميع المعاصي التي كانوا يعملون وكان نبي الله شعيب عليه السلام يستعمل معهم أسلوب الترغيب والترهيب وكان يلقب بخطيب الأنبياء فكان محاور هادئ وحكيم رازين ولكنهم لم يستمعوا كلامه وقابلوا نصحه بالاستهزاء والسخرية وظلوا في ضلالهم وكبرهم وإعراضهم عن الحق فكانوا يقولون له باستهزاء يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام وأن نترك التطفيف في الميزان وفي الكيل وأن ندفع لك الزكاة وهي أموالنا نحن وأنت تريد أن تفعل فيها ما تريد وهي أموالنا التي ينبغي أن نفعل فيها نحن ما نريد صلاتك التي تصليها يا شعيب هي التي تأمرك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك ونترك ما كان عليها الذين سبقونا من الأقدمين الأولين فإنا لن نؤمن بك مهما فعلت يا شعيب فقال لهم شعيب عليه السلام يا قومي لا يغرنكم شقائي ولا يحملنكم فراقي وعداوتكم لي ولا بغضكم على أن تتمادوا في الضلال والكفر والفساد الذي أنتم عليه فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فإنهم قد أصابهم من النقمة والعزل ما أصابهم إنما هركوا بين أيديكم بالأمس وفي هذا المكان فاستغفروا ربكم من الزنوب والمعاصي ثم توبوا إليه وإن ربي رحيم قريب ودود إنه يغفر ويرحم ويتوب لمن تاب واستغفر قالوا يا شعيب ما نفقه ولا نفهم كثيرا ما تقول بل إن لنراك فينا ضعيفا يا شعيب ولا أحد يحميه وحتى عشيرتك ليس على دينك ولولا عشيرتك وقومك يا شعيب لرجمناك بالحجارة وسببناك فليس لك عندنا معزة يا شعيب هل قومي أقرب وأعز عندكم من الله خالق السماوات والأرض وهو ربكم وخالقكم أتتركونني وتأزوني من أجل قومي لا من أجل الله إن ربي عز وجل يعلم جميع عمالكم وليجازيكم عليها وإنني يا قومي نصحتكم وتذكروا كلامي لكم وتحذيري لكم وكنت حريصا على هدايتكم بكل ما استطعت من قوة وأنكم مهما بذلت لا تقبلون النصيحة ولا تخافون من الله فإنكم في الضلال ممعنون وفي الغواية سابحوا فيا قوم اعملوا على ما كانتكم وطريقتكم وإني عامل على طريقتي التي أرسلني الله عز وجل به وأنكم سوف تعلمون غدا من منا ومنكم يأتيه عذاب يغزيه ومن هو كاذب حقا وانتظروا يا قومي إني معكم منتظر ورتقلوا فإني معكم رقيب وبكده أقام سيدنا شعيب عليهم الحجة وغيروا أسلبهم معه من بعد السخرية إلى التهديد وأظهروا حقيقة كرهيهم له واكتمع رؤساء قوم المدين ومن بعد التهديد والوعي هددوه أولا بالقتل ومن بعدها الطرد من قريتهم وخيروه بين التشريد أو العودة إلى ديانتهم وملتهم التي يعبدونها والأصنام والأشجار ومن ثم تحدوا نبي الله سيدنا شعيب ويطالبونه بأن يسقط الله عليهم كسفا من السماء إن كان صادقا واسألونه عن عذاب الله إن كان نبيا حقا وأين هو وكيف تأخر كلام فيه معناها سخرية لسيدنا شعيب عليه السلام فانتظر سيدنا شعيب عليه السلام أمر الله عز وجل وبعد الصبر والانتظار أوحى الله عز وجل إلى نبيه قال تعالى وَلَمَّا شَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِمِينَ أصاباهم حر شديد في القرية ومنع الله عنهم حتى الهواء من شدة الحر سبعة أيام فكان من شدة الحر لا ينفعهم ماء ولا ظل ولا أي هرب من الحر الشديد فهربوا إلى البرية وقيل أنهم رأوا سحابة كبيرة ظنوا أنها ستحميهم من الحر ويستظلوا بها من الشمس الحارقة وظلوا يتجمعون تحت السحابة حتى اكتمل عددهم وصاروا جميعا تحت ظل السحابة ثم جاء أمر الله كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقستاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إنا في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وجاء أمر الله حتى بدأت السحابة ترميهم بأسراب من اللهب وجاءتهم الصالحة وعذاب الظلة من السماء وزلزلة الأرض تحت أخضامهم حتى زهقت أرواحهم وهلكوا جميعا بعد الصبر والانتظار انتصر الله عز وجل للنبي فأهلك ها أولاء القوم بالصيق ونجى الله من معهم من المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين جمع الله على أصحاب الآي كأنواع من العقوبات وأشكالا لما اتصفوا به من قبح الصفات صلت الله عليهم ركفة شديدة أسكنة الحرقات وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات وظل أرسل عليهم منها شرر من النار من سائر أرجائه والجهاء وقد عاش سيدنا شعيب عليه السلام مدة من الزمن بعد هلاك قومه بعد أن أدى الأمانة وبلغ ما أمره الله بتبليغه هذا والله تعالى أعلى وأعلم في نهاية الفيديو تمنى أن نستفاد من الدروس المستفادة من قصة أصحاب الآي كأنواع وتجنب المحرمات التي نهى عنه الله عز وجل استنوني في فيديو دي سلام ترجمة نانسي قنقر